السلام عليكم و اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتكلم لكم عن انتباعي بعد قرابة أسبوع بنستخدام iOS 14 البيتا 7 مثل ما نشوف هنا ونزلت أنا بوست برضو تكلمت عنه راح نترجع لكم من بوست لكن راح اقول لكم انطباعي حين والانطباعي حق استخدامي على الايفون 11 برو ماكس اوكي الى الآن الايفون تقريبا خد سنة من استخدام فالبطارية ماشي الاشياء كلها لو نخش هنا ونشوف معدل البطارية مع البيتا فاول هلت الحق البطارية عندي 92 هنا مثل ما نشوف بعض الشخاص انطباعهم راح يكون يختلف على حسب الجو على حسب استخدامك على حسب حرارات الغرفة اللي عندك على حسب اللغة احيانا نشير عندك كراشات في اللغة غير مثلا الانجليزية انا حط الجهاز عندي باللغة الانجليزية على حسب الاشياء كثيرة يعني على حسب الشبكة حقتك مزود الشبكة فاشياء كثيرة يعني المهم لو نتكلم حين بالنسبة لي الجهاز ممتاز او الاي او اس السابع ممتاز جدا كاستخدام الى مثل ما نشوف امس جلس معي براها يعني من 100% هنا شلت الساعة الصباح اليين لو نقول هنا 11 مثلا او 10 او 11 الليل نقول 11 الليل وصل توا تحت الخمسين مثل ما نشوف فاستخدام ممتاز بالنسبة لي بطارية ممتازة يعني تجلس معي مثلا 8 ساعات وشوي في استخدام حلو جدا 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 فكراشات ما حصلت لي النسخة هذه ما حصل لي ولا كراش كل شي مضبوط الاشياء المشاكل اللي كانت توجهني هنا مثل ما نشوف هذا الحق الشورت كت اللي حطها والوجيتس يفتحون في جميع الماكن كانت دي المكان هنا ما يفتح يفتح عندي الكيبورد او في الاستخدام او في الكلام عندي هنا كان أول يخش مع الكلمة فوق بالنسبة لي صار كويس فكل شي ممتاز عندي بطارية ممتاز كاميرا ممتازة البيت اللي قبل ما كان عندي كراشات لكن عندي إذا فتحت الكاميرا في التصوير كانت حرارة جيني نقوية جهاز يسخن بسرعة حصلت ممتازة فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي بطارية ممتازة وكل شي ممتاز أتوقع وهذا الأشياء إذا كان مؤتمر أبل رح يكون بكرة وقت عمل الفيديو هذا رح يكون مؤتمر أبل خلص وسوى مؤتمر أبل إذا كان فيه بس مش مؤتمر أبل قصدية أبل إذا بتنزل الأبديت اللي بتسوينه الموقع عندهم إنه بتنزلون مثلا الأبل واتش الجديدة والآيبادات الجداد فإذا كان بكرة ففي أخبار أن الـ Gold Virgin أو النسخة النهائية لحق المطورين اللي هي رح تكون نسخة نهائية لحق الكل رح تنزل رح تنزل بكرة رح نشوف في وقت عمل الفيديو هذا إن شاء الله يكون فكلها توقعت يعني لكن الأسبوع هذا رح يكون فيه نسخة لما نزلت هنا رح تنزل قدام المتوقع أنها رح تكون نسخة نهائية لأن يعني الـ GM رح تكون لأن نحن نوصل نحن الـ B في النهاية فمية في المية يحطون A يا بي لا بي ليش برة ثانية يحطون A أو أن يكون بدون رقم في النهاية فيعتبر هذا النسخة النهائية فنشوف قدام شو يسوون فاستخدامي ممتاز نشوف أسئلتكم هنا كالعادة مثل ما قلتكم أحطانا بوست هنا في اليوتيوب ونجاوب عليه نشوف هنا مثل بعض الأشخاص يقول لأن تلوزيون على iOS 13 إذا حدثت على iOS 14 هل رح تتعب البطارية وكل شيء حسب جهازك البطارية لن تتعب من السوفتوير حسب الأداء الجاهز مثلا لا تكون جهازك iPhone 6S واستخدمت العمر كل هذا وما غيرت بطارية ما غيرت شيء والردية تتعبت البطارية ورح تتعب على كثير مثل سوف ينزل الإصدار تكلمتها قبل شوي نشوف قدام البكتشر مبكتشر جربت أنا في اليوتيوب أنا حسابي هذا الرسمي في برايم صح لكن جربت بحساب ثاني مش برايم مثل ما قلت لكم ما يشتغل في الفيديو العادي لكن يشتغل إذا شبكت على شبكة ثانية أو إذا شبكت مثل ما نقول البلوتوث عندي شبكت على الهومبود تشتغل للحركة شبكت على الجهاز أو حساب ثاني مش برايم عندي في مريكا ما تكلم اشتغل عندي فنشوف قدام اليوتيوب رح يضبطونا وشغلونا جاهز كامل ولا لا لأنه الآن شيء مش مؤكد مش يعني اليوتيوب معلت عنه كده فجأة أو ما نزلت إلى الآن ننتظر قدام طيب في شخص يقول لك النظام سيء على الآيفون 6 اس وجدت مش سلس أوكي جهازك ايفون 6 اس قير البطارية وما رح يكون سلس بالمرة انت جهازك ايفون 6 اس فإذا انت بتحريثات لازم يكون بطيف ما في أشخاص عندهم جوال غديم لهالمرحلة 6 اس وقعدين يفكرون في الأداء يعني وجلس على جهاز خلال 4 أو 5 سنوات من راح عمره يعني فإذا كنت بأداء لا تحدث إذا كنت بأداء اشتري جهاز جديد فهذه الخيارات أما إذا تبي ميزات وانت جلس على جهاز قديم اخذ الميزات هذه الموجودة طيب الصور على الاي كلاود ما جاي تتحمل ليش بطارية عندك أو غصدية الانترنت عندك وصير فرات أبل ويكون في وقت محدد نحن نجرب بغتاني تشتغل هل راح نزلت تحديث اي فون فور ايكسر يكون حواف ساعة ما لا شغل في التحديث هذا لكن إذا بتتكلم عن بصار المغرب عندنا وقلب على طول لكن إذا بتتكلم عن السوفتوير لايوس فورتين ما لا شغل يعني لايوس فورتين ما راح نزل اي فون فور اس شو الحركة اللي صار عندي اللي قليك تشحين كلها من حركة الوضع المهم ما بتطلع عندي الفور كي في برنامج اليوتيوب لا على اي فون فور اوكي اذا كنت على الايوس فورتين راح تطلع لك والنسخة النهائية اذا ما طلعت لك يكون الفيديو نفسه مش داعم الفور كي يعني مش لازم تفتح الفور كي يعني كل الفيديوهات اللي يكون لديك فور كي لا فيديو محدد يكون عليه فور كي لازم فيديوهو الشخص اللي رفع الفيديو يكون هو رافع على صيغة الفور كي يعني انا اقدر انا اخلي لك على سفاري او سفاري لا انا اتكلم عن برنامج اليوتيوب لكن مثلا انت بالايفون 10 تفتح الفيديوهات فول HD تطلع لك انا اقدر ارفع لك فيديو وخلي بس 720 انا بش صاحب الفيديو رفعتها 720 فما رح يطلع لك حتى فول HD عندي مشكلة ببحث اليوتيوب كلها من استقرام ما لا اشغل في البيتا اصف لان الكلام مكتوب فوق انها حق البيتا كالعادة بطارية تكلمت عنها ايش بتكون ميزات التعريض على الايباد بتقدر تفتح القناة حقتي هنا يعني لازم اموريك هنا ترجع تروح حق البلاي لست قوة من التشغيل تخشنا ميزات الايباد OS 14 مثل ما نشوف هنا والردة نسويها وجميع الميزات اللي موجودة لحق حتى لحق الايفون تنطبق على الايباد لكن الايباد في ميزات اكثر فسويتها فيديو مفصل وجميع الميزات حتى اللي نتكلم عن الميزات اللي حين رح تكون بس مش الCOVID-19 الاشيادة ان جهازك ما رح تنقل فيه في كل مكان يعني بعض الميزات يعتبر بس اكثر الميزات رح تكون موجودة في الايباد لكن مشكلة الميزات تكون موجودة في الايفون يعني مثل قلم لقلم انا اشوف النظام افضل من الاول صح كلامك على اسفورتي ممتاز انا بالنسبة لي حين صار يعني جاهز بالنسبة لي مش ميزات على الايباد وبرو بالتحديد لو تكرمت نفس جوابك الحق الاخ اللي فوق متى تزن نسخنا هي انا اخي ممكن سؤال التحديد ها بيكون ميزات في كل ايفونات ولا اتوقع في شخص جوابك انا طيب نرجع لكم احنا نشوف مرة ثانية كلمكم انا اتوقع الاسبوع الغادم بالكثير رح ينزل حق الكل الايو اسفورتي رح ينزل حق الكل او اسبوع اللي بعدها بالكثير بالكثير يعني فتوقع ان هنا رح يكون نسخة النهائية لحق المطورين وهنا النسخة اللي بعدها والاسبوع اللي بعدها ينزل حق الكل نشوف بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في حسابي في سناب شات شرف بضعاتكم اعمل لك المقطع ونشر المقطع وتحقيقاتكم تحت تهمني ولا تنسون الانفضل ضعاكم والسلام عليكم